طيب أنا سمعت مش متأكد أنه بيصيب العين في بعض الأوقات أو الحلق يعني مش جلدي بس مش طفح جلدي بس يس ده اللي بقولك علي أنه هو ممكن يبقى على قد الجلد اللي هو الشكل التقريدي اللي احنا منشوفه لكن ممكن يطلع في البقء والطفل ده ما يعرفش ياكل خالص ممكن يطلع في العين ممكن يطلع في الشعر ويبتدي أنه هو عنده وجع جامد جدا طيب حرك لسه بتقول ما فيش تمارين للولاد تنزلها ما تنزلش البسين مرحلة ما قبل ظهور الحبوب الأم لسه بتنزل البسين هي المفروض أن الطفل وابني ربنا يحفظ كل الولاد نزل البسين وهما الاثنين موجودين في نفس البسين هي المشكلة في كده لا هو أول ما تلاقي على الطفل أي أعراض المفروض أنها تقعده 48 ساعة مثلا لحد ما يباني الطفل ده إيه هل هو فعلا عنده أعراض تسنين عنده دور برد بس مش جديري مائي عنده دور برد من نوع تاني انفلوانزا فيروس أو أي نوع تاني من أنواع الفيروسات وهيبان عليه بشكل تاني نعرف بس إيه سببه لكن ما ينفعش أن الطفل يبقى تعبان مكسر مهمد النهاردة الطفل ده مش في طبيعته وأنا أقول هينزل تمارين لأ أنا ممكن أولا أضره أن هو ياخد مايكروب أقوى من اللي عنده أو أن هو يعدي أطفال تانية في التجمع في البسين في أي حد أو لو هو تعبان نبقى بنرهق عضلة القلب وبنرهق الدورة الدموية هو تعبان مش قيد نحن مش مظبوط أن ننزل طفل تعبان نحن كده بنرهق الجسم زيادة دي حقيقة